وللوقوف عند تظاهرات الفلسطينية والموقف المحلي والدولي منها ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان سيد سليمان مرحبا بكم لنبدأ من مطالبة الرئاسة الفلسطينية طالبات مندوبي دولة فلسطين في الأمم المتحدة وأيضا في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف مجازر الصهينة تعتقد أن هذا حل يرضي المتظاهرين سيد سليمان أخي الكريم تحية لكم ولي قناتكم الكريم حقيقة أن يرضي المتظاهرين أن يأعبروا إلى أراضيهم التي هجر منها أداءهم وأجلان بهم من قبل هذا أداء المظاهرات وهي إحياء فكرة العودة فكرة العودة أن حق فلسطيني يجب أن نطالح به الفلسطينيين مع تكالف المنظومة الدولية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية وضع ما يفعله بعض الدول في الأمم المتحدة من محاولة الضغط على الأجلان الفلسطينيين من تحب بعض الميزانيات لمحاولة تغيير قضية الفلسطينيين سيد سليمان على ذكر الولايات المتحدة يعني الولايات المتحدة أيضا تحبط للمرة الثانية جهود الكويت لإدانة الكيان الصهيوني كيف تفسر موقف الإدارة الأمريكية وليس بالجديد ولكن في هذا التوقيت كيف تفسره؟ حقيقة أخي لسنوات طويلة الإدارة الأمريكية بعلاقتها مع القضية الفلسطينية كانت طرف الضغط على الجانب الفلسطيني حتى الجانب المفاوضي وكانت جزء منه محارب بشكل علني من إغلاق جمعيات ومن محاربة شخصيات ومن وضع بعض الأشخاص على قوائم التي تسميها قوائم الثوداء حقيقة الإدارة الأمريكية بوجود الرئيس الأمريكي الحال الذي يتعامل بعقلية التاجر بكل شيء هي جزء من سياسة تغليب أو نصرة الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية أنا أعتقد أن ما يقوم به الإدارة الأمريكية هي جزء للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات أكثر وأنا أعتقد أن الشعب الفلسطينيين الآن بمرحلة ليس لتقديم تنازلات إنما للاسترداد الحقوق سيد سليمان صعب عريقات قال إن واشنطن تقود حملة تحريض دفاعا عن مجازر إسرائيل أيضا السلطة الفلسطينية تدين عمليات القتل والقمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونية هل هذا هو واجب السلطة الفلسطينية فقط سيد سليمان؟ أخي بما أنه بالأجواء المواجهة ضد الاحتلال نحن نرى أن كل شخص يستطيع أن يقدم شيء للقضية الفلسطينية إجابا أول ما يقوم به صعب عريقات الفلسطينية هي التراجع والإقرار عن ما هم أخصى لسنوات طويلة بالقضايا تخص الشعب الفلسطيني ومنها الاعتراض بالقضية أو باعتراض بالاحتلال الإسرائيل أو بالتفاوض مع الاحتلال الصهيوني أو قبول الولايات المتحدة كوسيط محايد بين قصين على المفاوضات أنا أعتقد أنها بإمكان الضفة الفلسطينية أن ترفع يدها على الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية أن تسمح للمقاومة أن تكون جزء رئيسي في منطقة الضفة والضفة ليس كغذة الضفة الغربية مسدس وقطعة سلاحة تستطيع أن تفعل الكثير ضد الاحتلال والأمر الآخر وهو أمر رئيسي أن ترفع يدها وحصارها عن المواطنين المقاومين في غذة وتدفع لهم الرواتب التي تحصل من انطراء البلسطيني سيد سليمان تعتقد أن التحرك الفلسطيني تجاه المجتمع الدولي يوقف الانتهاكات الصهيونية في المستقبل على أقل تقدير في المستقبل المنظور بجزئية منها نعم نعم التحرك الدولي ومن يستطيع أن يتحرك مع المنظومة الأوروبية ومنظومة الأمم المتحدة من يستطيع أن يتعامل مع الدول بجنوب شرق آسيا وآسيا ودول الصين وغيره للضغط على الأمم المتحدة للقرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي أمر مشروعه أمر طبيعي وأمر محبوظ لكن كلنا نعرف أن هذه الأمور قد تساعد الشعب الفلسطيني بتوقيف مجازل الاحتلال ضده لكن لا تساعد بتحرير أرضه التي لا تكون إلا بمسيرات العودة وبالمقاومة المسلحة ضد الاحتلال أخيرا سي سليمان كيف تنظر إلى مستقبل التظاهرات خاصة وقوع عدد غير يسير من القتلى التي تصاحب تلك التظاهرات كيف تنظر إلى مستقبل التظاهرات على حدود الكيان الصهيوني حقيقة أخي المظاهرات كانت طول عمرها موجودة في جميع الشعوب التي تريد التحريج هي جزء من المظاهرات هي تحفيز الجمهور من أجل إعطاء الوعي العام من خلال المشاركة ضد الاحتلال أما على حدود أراضينا المحتلة عام 48 من حق الشعب الفلسطيني أن يحيي بنفوس الناس عندما الناس تحارب فكرة العودة أن نزرع فيهم فكرة أننا لسنا لاجئين وإنما أصحاب أرض وأن هذه أراضينا التي هي الحدود سوف نعود من أجل الترساعة هي تعطي هل ماهيت أنه يسقط شهداء علينا أن نفذها أنا كنت في مدينة القدس ولم أكن لاجئا ولم أكن محتاجا أن أقاوم لأنني أعيش في بين أفلاك كان الاحتلال يهجم علينا في المسجد الأقصى وفي أحياء بيت حنينة وشعفات ويطلق الرصاص علينا ويسقط الشهداء وفي عام 1991 سقط في ساعة واحد أكثر من خمسين شهيد لذلك فكرة أن الاحتلال دائما يستقلم القوى للقتل ليس مبررها أنه كان هناك مظاهرات فكرة أنه مشروع قيامه كاحتلال يقوم على فكرة الطرد والقتل والتشريد ضد شعب السلسطين من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان شكرا جزيلا لكم